شكرا جزيلا لك التسابيع عقوبات أمريكية جديدة على إيران هذه المرة تستهدف قطاع إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية العقوبات طالت سبعة أفراد في شركة القدس للصناعات الجوية التي تقدم خدمات دفاعية في إيران ياتي القرار الأمريكي استكمالا لسلسلة بدأتها واشنطن قبل فترة وتستهدف أفرادا وكيانات متورطة في إنتاج ونقل الطائرات المسيرة الإيرانية من سلسلة شاهد ومهاجر التي تواصل موسكو استخدامها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا هذا وأكدت الولايات المتحدة مؤخرا أنها ستبدأ باستهداف صناعة المسيرات الإيرانية لكونها أحد أبرز التهديدات للأمن في المنطقة فما هي الإجراءات الأمريكية القادمة بهذا الصدد وما هو الرد الإيراني المتوقع عليها معنا الآن من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك دكتور عماد أبشناس دكتور عماد مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار إذن سلسلة أو حلقة جديدة في سلسلة هذه العقوبات التي تفرض في معظمها على أفراد وأحيانا على بعض الكيانات بداية هل لهذه العقوبات أي أثر ملموس كون هذه الكيانات وهؤلاء الأفراد ليس لهم علاقة مباشرة بالولايات المتحدة ولا بالنظام المالي الأمريكي وليس لهم أرصد في الولايات المتحدة هل تبقى هذه العقوبات عقوبات رمزية أم تؤثر على هذه الكيانات على الأقل بشكل من الأشكال طحياتي لك أستاذ مهند ولي المشاهدين العزاء في الواقع الجواب جاء في السؤال يعني عمليا إذا كانت هذه العقوبات ممكن أن تؤثر لربما كانت أثرت خلال الأربعة عقود الماضية يعني لم يبقى هناك أي عقوبات تستطيع الولايات المتحدة فرضها على إيران ولم تفرضها لحد الآن ورأينا أنه على الرغم من كل هذه العقوبات فإن إيران سارت في مصارها وطورت برامجها خاصة برامجها الصاروخي برامجها للدرونز أو ردون طيار وهي تطور كل يوم بعد يوم كل إنتاج الأسلحة التي لديها يعني العقوبات الأمريكية لم توقف أجانب الإيراني في هذا الصدد ولكن واضح أن الولايات المتحدة على الأقل في هذه الأيام يعني قلقة للغاية فيما يتعلق بنظام المسيارات الإيرانية لأن هذا النظام يستخدم في روسيا الآن في الحرب الدائرة على أوكرانيا وبالتالي هناك مخاوف من أن هذه الأنظمات تحقق ضرر إلى حد ما هل هذه العقوبات من شانها أن تضعف أي تعاون إيراني روسي في هذا المجال برأيك؟ لا أبدا لا أتصور ذلك يعني عمليا لحد الآن إيران لم تقم بتزويد روسيا بكميات الطائرات والصواريخ التي لربما ممكن أن تقلب موازين القوى في أوكرانيا وعمليا أتصور أن الأمريكيين والنيتو عبر هذه الضغوط يريدون الضغط على إيران كي لا تقوم إيران بتزويد روسيا بهذه الطائرات أو الصواريخ يعني نوعا ما يهددون إيران كي لا تقوم بذلك لأنهم يعلمون عمليا أن الطرف الوحيد الذي ممكن أن يقلب كل الموازين في أوكرانيا اليوم إيران يعني حجم الطائرات دون طيار والصواريخ الموجودة لدى إيران كميته كبير لدرجة لن يستطيع النيتو بكل الأسلحة التي يقدمها لأوكرانيا أن يتصدى لهذا الحجم الهائل من الطائرات دون طيار والصواريخ وعمليا وهنا نقطة مهمة يعني ليس هناك الأمر ليس بمنظور أن مثلا أقول الطائرات هي أكثر تطورا أو لا عمليا إيران طورت أنواع من الطائرات خصيصا لمواجهة الولايات المتحدة والنيتو والأسلحة الموجودة لديها يعني بدل أن تعمل على أسلحة متطورة وتكلف كلفة كبيرة جدا مثلا يكون الطائرة دون طيار كلفتها 200 أو 300 أولا واضح أن صناعة المسيارات الإيرانية وصلت إلى مرحلة متقدمة ومن هنا خشية الغرب الولايات المتحدة تحديدا لأن هذه الأسلحة تصل ليس فقط إلى روسيا ربما روسيا هي مصدر القلق الحالي الفوري بسبب الحرب الدائرة ولكن هناك خشية كما تعلم لدى الولايات المتحدة من أن تصل هذه الأنظمة إلى جماعات أخرى ليس بالضرورة دول نتحدث عن جماعة الحوثي في اليمن نتحدث عن ربما حزب الله في لبنان ربما جماعات أخرى تعتبرها الولايات المتحدة أذرع لإيران تسبب عدم استقرار في المنطقة وبالتالي المخاوف من هذه الصناعة وتقدمها هو ما يدفع الولايات المتحدة ربما بهذا الاتجاه بالنسبة لحزب الله لبنان عمليا والحشد الشعبي في العراق إيران رسميا أعلنت أنها سلمتهم وهم أعلنوا أنهم استلموا الصواريخ والطائرات دون طيار من إيران أما بالنسبة لأن صلى الله في اليمن لأن الطرق أصلا مقطوعة لربما لا تستطيع إيران إيصالها أو إيصالها للفلسطينيين في غزة ولكن يمكن لإيران أن ترسل إليهم التكنولوجيا أن تعطيهم التكنولوجيا ويقومهم بالتصنيع وإيران لن تتردد إذا ما أحتاج جبعة المقاومة إلى الأسلحة أو التكنولوجيا من أن تقدمها لهم وهذه التكنولوجيا بالمناسبة أستاذ أعماد مبنية إلى حد كبير على التكنولوجيا الأمريكية لأنه بحسب ما نذكر إيران حصلت على بعض هذه المسيرات الأمريكية التي تم إسقاطها بشكل أو بآخر إما عن طريق الخطأ أو أعطال فنية أو بإصابات مباشرة إلى أي مدى تستند بحسب معلوماتك هذه التكنولوجيا الإيرانية إلى التكنولوجيا الأمريكية في مجال المسيرات؟ قسم من هذه التكنولوجيا نعم تعتمد على الهندسة العكسية للطائرات دون طيار الأمريكية يعني الإيرانيين استطاعوا انزال عدد من الطائرات دون طيار الأمريكية التي كانت تطير عبر أفغانستان إلى إيران أو عبر الخليج إلى إيران واستطاعوا أن يحصلوا عليها أو حتى طائرات دون طيار إسرائيلية حصل عليها حزب الله استطاعوا الحصول عليها والقيام بالهندسة العكسية ولكن إيران لديها طائرات دون طيار هي أكثر تطورا من هذه الطائرات التي يتم التكلم عليها يعني من شاهد وغيرها يعني اليوم إيران لديها تكنولوجيا هي أعلى بكثير بمراتب عن هذه التكنولوجيا ولحد الآن لم يتحدث أحد عن أن إيران ممكن أن تكون قد سلمت هذه الطائرات إلى روسيا أو أي طرف آخر ولا أتصور يعني عمليا إيران لا تريد أن يحصل العدو بأي شكل من الأشكال على التكنولوجيا المتطورة الإيرانية مثل طائرات دون طيار أرش إيران طورت طائرات أول حديث الذي يدور دكتور آماد فيما يتعلق بالمسايرات الإيرانية التي ذهبت أو تذهب إلى روسيا هي النوع الذي يسمى بالطائرات الانتحارية الكاميكازية التي تقوم بقصف الأهداف من خلال تدمير نفسها وبالتالي هذا ما يتم الحديث عنه على الأقل في هذه الآونة نعم هذا ما يتم يعني شاهد 136 هم الذين يتكلمون عنه وإيران قالت يعني وزير الخارجية الإيرانية أعلن رسميا أن إيران سلمت عدد من الطائرات دون طيار إلى روسيا يعني لم يسمي هذه الأسماء ولكن سلموا طائرات مراقبة وطائرات انتحارية إلى روسيا قبل الحرب الأوكرانية الروس كانوا يحتاجون إلى هذه الطائرات للمراقبة في مناطق بعيدة في روسيا لربما عدلوا هذه الطائرات واستخدموها في أوكرانيا ولكن عمليا نعلم أن هناك تعاون عسكري كبير بين إيران وروسيا يعني والصين عمليا يعني يتبادلان المعلومات يتبادلان التكنولوجيا يتبادلان تصنيع الأسلحة يعني ممكن أن تقوم روسيا بتصنيع أسلحة مشابهة طائرات مشابهة للطائرات الإيرانية وعلى أساس التكنولوجيا الإيرانية أو تقوم إيران أيضا بتصنيع طائرات وأسلحة على أساس التكنولوجيا الروسية وحتى أنه في بعض المجالات يعني حتى انتشرت أخبار يعني أنه مثل أنا سمعت سكاي ميوز هي التي نشرت هذا الخبر أن روسيا حتى أرسلت بعض الأسلحة التي حصلت عليها الأسلحة الأمريكية والبريطانية من صواريخ ضد الدبابات والطائرات وغيرها إلى إيران وعمليا هذا يثبت أن إيران لديها القدرة على التصنيع عبر التكنولوجيا الهندسة نعم ومع ذلك بحسب المعلومات دكتور أحمد هذه المسيارات الإيرانية ما زالت تستخدم مركبات وأجزاء وقطع أمريكية المنشأ وهنا القلق الأمريكي يعني الولايات المتحدة واضح أنها قلقة بهذا الشأن اليوم فرضت عقوبات على هؤلاء الأفراد الذين أشرنا إليهم بالأمس كانت تبحث عقوبات وقيود مشددة صارمة على شركات إنتاج هذه القطع التي تصل إلى إيران بشكل أو بآخر ربما عن طريق أطراف ثالثة أو رابعة وبالتالي هناك خشية حقيقية لدى الولايات المتحدة بهذا الشأن يعني هذا الموضوع أدالي السخرية لربما يعني أكثر منه عمليا موضوع يعني الولايات المتحدة بعد أربعة تعقود من العقوبات وأشد العقوبات التي تفرضها اليوم تتعي أن شرك أمريكية سلمت هذه القطع إلى إيران يعني إذا ما استطعت إيران الحصول عليها وعبرت عن كل هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أنا لا أتصور أنهم في المستقبل أيضا يستطيعون منع إيران من الحصول على هذه التكنولوجيا أو هذه القطع إضافة إلى ذلك يعني حسب ما أعلمه أنا أن إيران تقوم بالهندسة العكسية لكل قطع تحصل عليها يعني لربما تستخدم مثلا كاميرا حصلت عليها من الولايات المتحدة أو الصين أو غيرها أو مايكروتشيب حصلت عليه من طايوان تستخدمه لأول مرة أو ثاني مرة أو غيرها ولكن المبدأ العسكري الإيراني والهندس والدفاعي الإيراني هو أنه بعد مدة تقوم بتصنيع هذه القطعة في الداخل الإيراني وعندما تبيع هذه الأسلحة للدول الأخرى هي إيران لا تبيعهم الأجزاء التي تقوم بتصنيعها في الداخل لأنها لا تريد للعادة أن يحصلوا على التكنولوجيا الإيرانية شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك كان معنا من طفل